بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف الحال ان شاء الله مناح في هذا الفيديو رح نتحدث عن بانو دوستاسيون مو لافتات التي تمنع او احيانا تمنع الوقوف والركن وبعض منها يعني تمنع الوقوف فقط خلينا نبدأ شرحهم طبعا هذا جزء الاول لانه هو اللافتات اللي يمنع الوقوف او الركن ان عددهم كبير وفي لافتات اللي بتعطيك انه قيمت فيك تركن السيارة وقيمت فيك تصفها فخلينا نبدأ هنا 12 الجزء الاول هنا 12 لافتة فاول شي على اليسار رح نبدأ هاي لافتة اسمها اغي استاسيون مو انت اغضيها خلينا نركز على شكلها طلعوا شايفين هي متل اشارة ضرب اشارة ضرب عليها هاي معناته انه اغي استاسيون مو شو معنات اغي؟ معنات اغي انه تصف سيارتك تصف على جنب وانت ضمن السيارة طبعا تتصل تليفون وانت داخل السيارة وتنتهي من الاتصال وبعدين تمشي كمان تكمل طريقك يعني هاي معنات اغي طيب استاسيون مو شو هي؟ استاسيون مو هي تحط سيارتك وتروح عالبيت او تحط سيارتك وتروح عالموعد عند الطبيب او عند المسؤول او عند صديقك فهاي استاسيون مو الاغي في فرق بين الاغي واستاسيون مو هاي لافتة ليش؟ اشارة ضرب معناته انتغدي تمنع الوقوف والركن اللافتة التانية هي استاسيون مو انتغدي شايفين اللافتة التانية مو بتشبه ما بتشبه اللافتة الاولى اللافتة التانية هي فقط في عليها خط واحد فمعناته بامكانك التوقف تحطها يعني تصف على الجنب اذا شفت هاي لافتة اذا يجي لك سؤال في الكود جو بو اغيتي استاسيون مو يعني في هذا الطرف مثلا الجواب نعم اما استاسيون مو نو اذا كان خط واحد عليه معناته انتغديد استاسيون مو اذا شفت هاي لافتة فيك تصف طيارتك على اليمين وانت ضمن السيارة بتتصل التليفون او تنزل راكب وبتمشي ممنوع تصفه وتروع عالبيت لانه ممنوع استاسيون مو معنات استاسيون مو هي انه تصف سيارتك وتروع عالبيت او تروع الموعد او تروع الدكان بعد ساعة نصف ساعة ترجع هذا ممنوع استاسيون مو هاي لافتة انتبهو هي نفس الشي تبع انتغديد استاسيون مو ولكن في اختلاف استاسيون مو انتغديد دو كوته دو بانو دو بخوميغ او كنز دو مو يعني شايفين هون مكتوب واحد من واحد الشهر لخمسة عالش شهر اذا شفت هاي لافتة على ايدك اليمين او على ايدك اليسار بس فيه عاددا شايفين اذا هون يمين معنات صاير على اليمين هاي لافتة ممنوع تصف سيارتك وتروع عالبيت من تاريخ واحد الشهر لحتى خمسة عالشهر اذا انت اليوم بخمسة الشهر ممنوع تحت سيارتك بهذا الطرف يلي موجود فيه هاي لافتة لانه مكتوب من واحد الشهر لخمسة عالشهر ممنوع تصف سيارتك هونيك اما من طرف الثاني بيصير اللافتة اللي جمها نفس الشيء ولكن بتكون من ستعة الشهر لواحد وثلاثين الشهر ستاسيون مو انتغدي دو كوته دو بانو دو سيز الافة دو مو يعني لنهايد الشهر من ستعة الشهر لواحد وثلاثين شهر ممنوع تصف سيارتك في الطرف يلي موجود فيه هاي لافتة هاي لافتة مكتوب ممنوع تصف سيارتك هون وتروع عالبيت يعني ستاسيون مو مكتوب ستاسيون مو انتغدي سول مو او فييكول افكتوي و تخونس بورد دو ماخشون ديس ممنوع اي سيارة بتصفها بتركنا هون و تمشي الا سيارات التي تحمل وزن تقيل مشان تنزل البضاعة هاي لافتات عادة دم بتشوفها جنب المجازانات يعني عفوا جنب المجازانات او خلف السوبر ماركت مشان حمل البضاعة او نزل في المشفى خلف المشفى بتشوف هاي لافتة هاي لافتة مكتوب انتغدي دو ستاسيوني سان بايه شايفين هاي اللافتة هاي معناته انو بدك تدفع مصاري احفظ شكلها راح يجيلك ان شاء الله مع مرور الوقت ان شاء الله راح يطلع لنا ان شاء الله انواع ثاني من اللافتات هاي انتغدي دو ستاسيوني سان بايه ممنوع تصف سيارتك زي ما بتدفع فلازم تدفع تحت سيارتك تدفع مصاري تحجز مكان ستاسيوني هاي معناته فيك تصف فيك تحت سيارتك تروع عالبيت ولكن بشرط او تروع عالموعد عند الطبيب عند المسؤول بشرط انو انت لازم تدفع هاي اشارة معناته هيك هاي اللي اشارة شايفين مكتوب ستاسيوني انتغدي ابارتي دو سوبانو السهم طالع لفوق معناته من ورا من هاي اللافتة وإلى ما بعدها ممنوع تصف سيارتك تروح عالبيت يعني ركن السيارة ستاسيوني يعني ركن السيارة إلى حتى يجي لك هاي اللافتة شايفين من هاي اللافتة ممنوع تصف لحتى يجي لك اللافتة اللي نازل عالتحت نازل إشارة سهل عالتحت ستاسيوني مو انتغدي دو سوبانو وصولا إلى هذي الإشارة من هذه الإشارة لهذه الإشارة يعني من هون من هاي الإشارة لحت هالي هاي الإشارة بجوز موجود 15 متر فممنوع تصف سيارتك أنت غديده الساسوني هاي الإشارة هاي يعني راح أعطيك مثال هون قبل هاي الإشارة فيك تصف بس بعدها ما فيك تصف أما هون قبلها فيك قبل هاي ممنوع تصف ولكن بعدها بإمكانك تصف يعني راح يجي لك أسئلة انتبه إذا السؤال بيقول بعد هاي لافتلا يمكنني الركن السيارة أما إذا بجي لك سؤال آخر هو الكود بيكون تكتيكي إذا بجي لك سؤال عن هاي الإشارة بتقول الجواب نون ممنوع تركن سيارتك من بعد هاي اللافتة هاي اللافتة ممنوع تركن سيارتك قبل وبعض بعد اللافتة هاي اللافتة بتعطيك أما هون هاي اللافتة ممنوع تصف سيارتك يعني تروع البيت تصفه وتروع البيت أو تروع البيت أو تروع المو بعد بعد ساعتين ترجع ستاسيونو غيزر بي و فيي كول إلكتريك بون دولار دور دولار شعج ممنوع لأي سيارات تصفه إلا السيارات يلي عالكهربة يلي فقط المركبات عفوان الإلكتريك يلي بتصف هون وتسمح لها تصف فقط أثناء الشارج أثناء الشحن هاي اللافتة معناها هاي ممنوع فقط للمركبات الكهربائية بالشحن هاي اللافتة بتكون هيك عفوان أما هاي الأخيرة هي ممنوع تصف سيارتك وتركن كمان فقط شعج في مكتوب أغري استسيونمو ريزر بي و پرسون امو بيليتة ريزر بي و يعني فقط يلي عندون ام ديكابة إذا جي لك سوال جي بو ستسيوني اسي جاب نو ولكن إذا جي لك سوال بيقول جس في وم پرسون ديكاب فزيك جي بو ستسيوني اسي جاب oui أو جي بو جي كارت دي ستسيونمو جي بو ستسيوني اسي جاب نعم لأنه انت في عندك كارت ستسيونمو كارت دي ستسيونمو ديكابة في عندك كارت مخصص تطلبها من البرفكتور مشان تصف سيارتك في هاد المكان إذا انت في عندك شخص معاق أو انت بتكون شخص معاق ففيك تصف سيارتك هون أما الأشخاص الطبيعيين ممنوع يصفوا في هاد المكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة